ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مرسلنا في حلب باسل أبو حمزي باسل بداية ما هي المناطق التي طالها القصف الجوي في حلب وريفها وما هي حصيلة الشهداء تقريبا حتى اللحظة مرحبا بك غناء أولا طبعا القصف مكثف على مدينة حلب اليوم هو الأعنف يمر على أحياء المدينة وأهل المدينة طبعا لا شيء غريب على الطيران الحربي الروسي والسوري بارتكابه المجازر بحق المدنيين في مدينة حلب معظم الأحياء الخاضعة لسيطرة الثوار في المدينة تعرضت لقصف عنيب من الطيران الحربي طبعا منذ البارح ليلا وحتى هذه اللحظة لم يهدأ القصف عدة أحياء منها الغربية كحي المشهد الذي تعرض لغارتين فجر اليوم وأيضا حي الإنصاري وحي السكري الذين تعرضان لغارتين بالقنابل العنقودية من الطيران الروسي خلفاء شهدين وعدت جرح بين الصفوف المدنيين في المناطق الوسطى كجسر الحج وأيضا منطقة حي الكلاسة وحي بستان القصر وأيضا حي الفردوس الذي تعرض لثلاثة غارات من الطيران الروسي البارح ليلا أدى لاستشاد شخصين مدنيين وأيضا إصابات بين الصفوف المدنيين ودمار كبير بممتلكات المدنيين اليوم صباحا منذ الفجر عفوا الطيران لم يغادر أجواء المدينة أكثر من ثلاثين غارة فجرا على أحياء مدينة حلب طبعا صباحا على حي الصالحين تعرض الحي لقصف عنيف من الطيران الروسي بغارة جوية أسفرة كما أفاد لنا الدفاع المدني عن ستة شهداء وعدد كبير من الجرحى وحرائق ضخمة في ممتلكات المدنيين وفي المحال التجارية أيضا في الأحياء الشرقية كحي طريق الباب هناك عالقين تحت الأنقاض لا تزال فرق الدفاع المدني حتى الآن تحاول انتشال المدنيين العالقين تحت أنقاض منازلهم وأيضا في حي الصاخور الذي تعرض لعدة غارات أيضا منذ الصباح كذلك الأمر هناك عالقين تحت الأنقاض تحاول فرق الدفاع المدني وفرق الإسعاف جاهدة إنقاذ من تبقى تحت هذه الأنقاض نعم طيب ما هي حقيقة الأنباء عن استخدام النظام غاز لكلورستان في قصف منطقة الجندول شمال حلب غنى كما نعلم عندما يعجز النظام عن اقتحام منطقة ما فإنه يستخدم كافة الأسلحة ويتبع أسلوب معركة الأرض المحروقة في تلك المنطقة منذ عدة أيام تدور على محاور الكاستيلو وأيضا على محور الخالدية وبني زيد معارك عنيفة في محاولة لقوات النظام والميليشيات الشيعية المساندة له اقتحام تلك المناطق إلا أن الثوار يصدونه في كل معركة ويكبدونه خسائر مادية وبشرية كبيرة البارحة في ظل المعارك الدائرة في حي بني زيد وحي الخالدية طبعا حاول النظام الاقتحام وقصف منطقة الجندول القريبة جدا من حي بني زيد والسكن الشبابي بالبراميل طبعا تحوي غاز الكلور طبعا هذا الشيء ليس جديد طبعا هذه البراميل موثقة بالصور غنى كما قلت لك لا تزال حتى هذه اللحظة تلك القوات والميليشيات تحاول اقتحام تلك المنطقة وأيضا تستخدم كافة الأسلحة لاقتحام المنطقة نعم طيب باسل كيف تبدو الأسواق وأحوال المدنيين بعد أسبوع من محاصرة حلب وانقطاع طريق الكستيلو طبعا غنى الحياة مستمرة وأهالي مدينة حلب لا زالوا متمسكين بأرضهم وبتراب مدينة حلب يرفضون إطلاق الحصار على أنفسهم أن يكونوا محاصرين هم متمسكين بأرض المدينة طبعا الحياة كما قلت مستمرة طبعا الأسواق فارغة بسبب قلة المواد الغذائية التي لم تدخل منذ سبعة أيام أو ثمانتة نعم شكرا لك باسل أبو حمزة مرسلنا في حلب ترجمة نانسي قنقر